السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في مشروعات مربحة ومع مشروع مربح جديد مشروع النهاردة هو تربية قرومي الابيض هنقدم في الفيديو بتاع النهاردة دراسة جدوى اللي ميت كاتكوة نوعين اللي احنا عايزين نشتغل فيهم او نبدأ نشتغل فيهم عشان يبقى يطلع لنا انتاج كويس اللي هو الابيض الهاجين او الابيض المستوى ليه عشان الاوزان بتاعتهم بتبقى كبيرة وبيدي معك انتاج اكبر ولحمة اكتر اول حاجة رومي الابيض الميت كاتكوة هيحتاجه من ثمانين لمية متر عشان يتربوا فيه انت ممكن تربيهم على السطح عادي بس اهم حاجة يبقى المكان مغلق وجيد التهوية والسقف عشان احنا في الشتة طبعا لو انت هتربي في الشتة السقف وكده ممكن تأجر عمبر في مزرعة بألفين جنيه طبعا الميت كاتكوة هتجيبهم بعمر شهر ما تجيبهمش بعمر يوم لو هتجيبهم بعمر يوم بيتباع بسبعين جنيه من سبعين لثمانين جنيه بس ده بيبقى في مشكلة ان ايه بيبقى المناعة بتاعته بتبقى ضعيفة وبيحتاج ادوية واكل معين وكده فده يعني ايه انت تجيبه بعمر شهر بيبقى احسن لك بعد توفيق ربنا بيبقى اضمن لك اللي انت تجيبه بعمر شهر بيبقى المناعة بتاعته بتبقى كويسة ايه طبعا انت هتجيبه بعمر شهر بيعمل من بيعمل من مية وعشرين لمية وخمسين جنيه هنضرب ميت كاتكوت في مية وخمسين جنيه بخمستاشر الف جنيه ده الكاتكوت بعمر شهر بعد كده بعد ما بتجيب الكاتكيت بتجيب علفات وسقيات واطباق تحضين اطباق التحضين دي بتحتاجها في اول شهرين طبق التحضين فيه منه بخمسة جنيه وفيه منه بعشرة جنيه هتحتياج عشرة اطباق خمس اطباق حسب المكان اللي عندك وهتجيب خمس علافات العلافة بعشرين جنيه والعلاقة والسقاية بعشرين جنيه بعد كده بتدخل في كمية العلف اللي انت هتحتاجها الكاتكوت اللابي درومي الدورة بتاعته اربع شهور بياكل خلاله لأربع شهور خمسين كيلو علاف الكاتكوت الواحد بياكل خمسين كيلو علاف عشان يوصل وزن ستة وعشرين اربع وعشرين كيلو طبعا انت جايب مية كاتكوت يبقى مية في خمسين مية في خمسين بخمس تلاف كيلو الكيلو بيعمله سبعة جنيه يعني خمسة وتلاتين الف جنيه ده العلف بتاع الكاتكيت طبعا بعد ما جبت العلف والكاتكيت في عندك حاجة تانية اسمها الادوية اللي انت هتحتاجها طبعا الكاتكوت بياخد بياخد ادوية كل عشرة ايام دورة تحصين كل عشرة ايام بتديله دورة تحصين طبعا هتديله اول تلات شهور الشهر الاخير مش هيحتاج الدورة الواحدة في الشهر بتكلف ستين جنيه في تسع شهور اللي هم تلات شهور في تسع اسابيع اصلي في تسع اسابيع بيعملهم خمسمية وربعين جنيه الادوية والتحصينات خمسمية وربعين جنيه اما بالنسبة لايه بعد كده بتجيب هتحتاج النشارة النشارة هتجيب عشرين شكارة لعشرين في تلاتين بستة ومت جنيه دي بالنسبة للنشارة طبعا النشارة حافظ اللي هي حافظ عليها يعني ما تخليهاش تبقى مبلولة دايما يعني ايه تبقى ناشفة حاول تبقى ناشفة على طول في واحد صاحبي عمل فكرة جميلة برضو عشان يوفر تمن النشارة بيفرش عشر سنت بيفرش عشر سنت رملة وبعد كده بيجيب الشكاير اللي هي الشكاير البلاستيك اللي هي الخفيفة المخرامة دي وبيفرشها على الرملة وبيسيب بيرب عليها طبعا اللي بيرب عليها وبيجيب الشكاير ينفضها من وقت للتاني ده لو انت مش عايز تجيب نشارة ممكن تجيب الشكاير دي وتفرش الارضية عشرة سنت رملة وتعمل النظام ده بعد كده بعد ما تكلمنا في كل حاجة نتكلم في ايه تاني اه وزن الكاتكوتر الرومي احنا قلنا وزن الكاتكوتر الرومي من عشرين اه من اه بيعملو عشرين اه بيعملو عشرين او ستة وعشرين كيلو اه الكيلو بيتباع بكام الكيلو بيتباع من اربعين لخمسين جنيه تمام احنا نحسب كل حاجة هو فى عندك مصاريف سابتة الى هي الثقايات والعلفات والاطباق الت حضين دى مصاريف سابتة او ايجار المكان دى مصاريف سابتة في مصاريف متغيرة اللى انت بتخصم انت بتخصمها اللى هي المتغسمنها الي هي الكاتاكيت والعلف اللى انت بتجيبه طبعا احسب لك كل حاجة بالجنيه دلوقتي على الكمبيوتر هنكتب عندك انت جبت 15 جبت متكات كود ب15 ألف جنيه زائد زائد لحزة جبت متكات كود ب15 ألف جنيه زائد جبت علف ب35 ألف جنيه زائد نشارة ب600 جنيه زائد أدوية وتحصينات ب540 جنيه هيساوي 51 ألف 140 جنيه طيب الكاتكيت اللي معانا ديت هتتبع بكامل لما تكبر ان شاء الله طبعا انت معاك ميت كاتكوت الوزن المتوسط بتاعه الابيض الهاجين بيرمي لحم يا جماعة طبعا الكاتكوت هيبقى 24 كيلو في مية ان شاء الله يعني في مية هيساوي 2400 كيلو 2400 كيلو متوسط 8 ساعر كيلو 40 جنيه فيه 40 جنيه هيساوي 96 ألف جنيه احنا كان معانا ناقص ناقص 51 ألف هيساوي مكسبك 45 ألف جنيه في الدورة الوحدة لو انت ربيت مية كاتكوت مشروع كويس وجميل عايز دراسة كويسة فيه حاجتين ناقصين في الفيديو ده اول حاجة التسويق انت لما جيت وربيت وكبرت الكاتكوت كاتكوت عايز تسوي اه تانية حاجة فيه ناس كتير بتحتاجها لاماكن بيع الكاتكوت الابيض المهجن الابيض الهاجين او اه الكاتكوت الرومل المستوض ده ان شاء الله في الفيديو اللي جاي واه استنى حداك لانت تشجعني وتدعمني في القناة عشان عايزين نكمل المية الف مشترك بعد اذنكم وانا بقالي اربعة ايام والله يعني بعمل دراس الجدول للمشروع ده فما تبخلش علي باللايك وتعليق كويس واشوفكم في فيديو تاني مشروع مربح جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة